السلام عليكم في الفيديو ده هقول لك اهم ثلاثين معلومة عن دبلومة معير المحاسبة الدولية من شهادة ACCA محتاج تعرفهم يلا بينا هتتعلم فيها معير المحاسبة الدولية على الطريقة البريطانية فكرتها جات من مادة الفاناش الربورتنج في شهادة ACCA فتم تصميم منهج مستمدة من مادة الفاناش الربورتنج عشان تكون شهادة منفصلة ومعتمدة من معهد ACCA اي حد ممكن ياخدها وممكن يتقدم لها بشرط وجود ثلاث سنوات خبرة او شهادة الجامعة مع سنتين خبرة ومبلغ تقريبا 170 جنيه استرليني ومش من الضروري ان يكون عندك خبرة عملية عشان تنجح فيها فيه ناس بتنجح فيها وهي لسه في الجامعة امتحاناتها بتكون في يونيو وديسمبر من كل عام وغالبا امتحانات شهر يونيو او دور يونيو هي الاعنف والاكثر صعوبة نسبة النجاح فيها 50% وده معناه ان هي صعبة ومش سهلة وعشان تدخل امتحان دور يونيو فانت لازم تسجل وتحجز الامتحان قبل نهاية شهر ابريل وما ينفعش تمتحم مادة من شهادة الACCA وترجع بعد كده تقول انا عايز امتحن الدبلومة ولو بعدت فترة كبيرة عن المذاكرة وعاوز ترجع تاني فهي افضل خيار لك لانك هتحصل على شهادة وتعلق ضبورة على كدفك واتمهد لك الطريق عشان تحصل على شهادة مهنية كبيرة وتقدر تذكرها لوحدك في ثلاث شهور لو خصصت لها ساعتين بتركيز يوميا ويفضل يكونوا بعد الفجر لو هدخط كورس فيها فلازل تكون عارف انك هدفع فلوس عشان الكتب طريقة الشرح وتكنيك حل الاسئلة بقى القائمة اللي بتشوفها فيه الاعلانات بتاعة الكورسات دي اي كلام الكتب المؤتمد للشهادة واللي مفترض تذكر منها هو كتاب الشرح والاسئلة من بي 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 زاكر من كتاب الشرح والاسئلة وكرا المقالات من على الموقع بس بتعمل شغل كده وما تشتتش نفسك لا انصحك بالمذاكرة من الملخصات زاكر من الكتاب عشان تشوف المعيار بيتكتب ازاي وتكون حصيلة لغوية حواليه 50% من اللي بدخل الامتحان مش بينجحه لكن لو انت عملت اللي عليك فانت ان شاء الله ممكن تكون واحد منهم كل معيار عبارة عن تعريفات الاعتراف القياس الاولي والقياس اللاحق والافصحات زاكر كل معيار بالمنهجية دي وبعد كده روح على كتاب الاسئلة وحل سؤال او سؤالين او ثلاثة على المعيار وانت بتحلي في كتاب الاسئلة ما تتخضش من طريقة الاجابة لان اعجابة الاسئلة اللي موجودة في الريبجان كيت هي الاجابة النموذجية او الاجابة اللي انت هتذاكر منها او الاجابة اللي المفترض حد جيبها عشان يحصل على مية في المية لكن احنا عايزين خمسين في المية فهون عليك الامر في الشهر اللي قد الامتحان ما تعملش حاجة انك تحل اسئلة ولما تيجي تحل من كتاب الاسئلة حاول انك تحل بالتوازي على كل المعيير بحيث ان انت في الجلسة الوحدة تكون حليت على كل المعيير وبالتاني كده المعيير هتثبت في دماغك وتكون وحدة وحدة في الامتحان انت بتتحاسب على خطوات الحل وليس على نتج الحل النهائي لان لو هنتحاسب على الحل النهائي فمحدش هينجح وعشان تنجح ان شاء الله في الامتحان ونسبة نجاحك تزيد حاول تحل كل الاسئلة اللي في الامتحان حتى لو هتفتي وتألف وكل ما تكتب في الامتحان اقل وتربط اجابتك بالسيناريو كل ما تجيب درجات اكتر وما تحلش الكت 200 الف مرة لانك بنسبة كبيرة هتروح الامتحان تلاقي اسئلة اول مرة تشوفها بعد ان شاء الله مرة بين اكمك وتاخد الشهادة مش هتطبق كل اللي درست فيها غالبا لو فهمت معيار رقم 9 وعاية فرس رقم 9 من اول مرة فانت ما اردش المعيار كويس ولو ما فهمتوش فالعيب مش فيك ولا في المحاضر العب في المعيار وما تتوقعش من المحاضر ان يشرح لك كيف يعمل نموذج الخسائر الاقتمانية المتوقع او لان نموذك ده بيتباع للشركات بالاف دولارات المعيار الرخم والتقيل على قلبك كل مش هتذكره غالبا هتروح تلاقيه في الامتحان في وشك كل المحاضرين الكرام افاضل وكلهم بيقضوا من نفس الكيس والفرق بين المحاضر والتاني هو طريقة العرض وتوصيل المعلومة بعد ما تاخد دبلومة المعيار ان شاء الله في الغالب هتحتاج شهادة تانية كبيرة لان عدد الحاصلين عليها زاد والسوق توقعته بتزيد يوم بعد يوم واخيرا كل المعايير اللي انت هتدرسها في الشهادة تم اصدارها فقط للحفاظ على مصالح المستثمرين وتم وضعها وتصميمها من منظور مادي بحث لا يراعي ولا يعترف بايشي سوى الارقام والنتائج والجداول وزيادة الصروات المستثمرين ولا يعترف بايشي لا يمكن قياسه واي حاجة تانية غير كده صعب انك تلاقيها مطبقة في الواقع العملي بس كده ديكات اهم معلومات عندي بلومة المعيار اتمنى تكونين الفيديو عجبكم وان شاء الله اراكم في فيديوهات تانية السلام عليكم ورحمة الله